بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد للتعليق على تجاوز الصين ذروة كورونا ووهان تتنفس الصعباء هذا خبر منتشر في مواقع إخبارية كثيرة وفي صحف كثيرة وأنا حبيت أتكلم في موضوع لم يتحدث فيه أحد أبدا على الإطلاق وهو أن سبب انتشار فيروس كورونا الآن في أغلب دول العالم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبب سيطرة الصين إن صح ذلك خلي بالكم حطوا بين قوسين إن صح ذلك وسبب سيطرة الصين أنها اتبعت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم لا يؤمنون بالله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما نفذوا ذلك وفقا للتجارب الواقعية اللي وصلوا إليها اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها منذ 1400 سنة ما الموضوع وما هذه القصة العجيبة وما هذا العنوان الغريب نعم أعلم أنه لم يتحدث أحد بهذا الكلام ولكن والله هذه مسؤولية كبيرة يوم 25 يناير 2020 كان لسا الفيروس في أيامه الأولى قلت أغلقوا المطارات أمام المواطنين الصينيين لإيقاف انتشار هذا الوباء هذا الكلام من زمان منذ بداية انتشار كورونا في الصين كان لسا داخل الصين فقط ودولة أو دولتين ما هي القصة وما هي الحكاية كيف انتشر هذا الفيروس عندنا الآن في الدول العربية والإسلامية أو في الدول الأوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية والآن الصين تحتوي هذا الفيروس كيف ذلك لو نحن بالصين على الخريطة نلاقي أنه مصدر هذا الفيروس هي مدينة وهان الصينية مدينة تقع في شرق الصين هذه المدينة أول ما حصل انتشار للوباء فيها دولة الصين عزلت هذه المدينة تماما عن بقية المدن في الصين ممنوع منعا باتا أي مواطن صيني يدخل من أي مدينة أخرى إلى هذه المدينة ولا أحد من هذه المدينة يخرج إلى مدينة صينية أخرى لكن العجيب اللي حصل أنه في ناس كثيرة خرجت من وهان الصينية إلى الدول العربية والأوروبية والأمريكية نعم هذا اللي حصل وكانت في ناس تثني على هذا الموضوع كيف ذلك فكرين الطائرات اللي كانت بتنقل الطلبة من إقليم وهان الموبوء إلى الدول العربية البعثات الطلابية الناس اللي كانوا بيدرسوا في هذا الإقليم للعلم فيه جامعات كثيرة جدا فكرين هذه البعثات اللي كان الناس مبسوطة الحمد لله الدولة تقوم بواجبها بنقل الطلبة من المنطقة التي ينتشر فيها الوباء في الصين الله يعز حكومتنا الله يبارك فيكم يا حكومتنا شوفوا الحكومة كيف مهتمة بأبنائها وشبابها شايفين فكرين هذه الأخبار؟ هؤلاء هم من نقلوا الفيروس إلى بلادهم لأن الفيروس كان موجود فقط في الصين والصين نفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في هذا الحديث إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها الصين طبقت هذا الكلام كيف طبقت هذا الكلام؟ منعت كل المدن الصينية الأخرى من دخول إقليم مهان ومنعت الناس اللي داخل هذا الإقليم من دخول بقية المدن ففعلا سيطرت على الأمر بشكل كبير وحدت من المشكلة ومنعت الناس تخرج من بيوتها واستطاعت أن تسيطر على هذا الأمر أما إحنا الدول العربية ومعنا طبعا الدول الأوروبية طائرات بدأت تحول الشباب والطلبة والناس اللي عايشين هنا إلى بلادهم لإعادتهم إلى بلادهم قبل أن تسوق الأوضاع وده حصل ومحدش يقدر ينكره فتحقق الأمر الذي حذرنا منه من البداية وهو أنه إحنا نقلنا هذا الأمر وهذا المرض إلى بلادنا في حين الصين سيطرت عليه داخل البلاد مخلاص الصين عزلت وهان كان فيه مواطن صيني ما يقدرش يروح لمدينة أخرى ممنوع وبينفذ ورغما عن أنفه والصين تركت هؤلاء يأخذون طبعا البعثات والطلبة إلى هناك بعيدا عن المؤامرة قالت لهم خلاص عاوزين الناس بتاعكم خدوهم في طائرات لكن هقول لكم على حاجة عارفين لو واحد قاعد في إقليم وهان لو واحد أجنبي عايش في إقليم وهان طلب أن ينتقل إلى أي إقليم آخر أو أي مدينة أخرى ما كانش يقدر يسافر ممنوع أي مواطن صيني أو غير صيني يدخل إلى مدينة وهان أو يخرج منها في هذه الفترة إلا الأطقم الطبية والناس اللي تبع الحكومة فقط لا غير اللي هم يعني عملي لهم انضباط كبير لكن إحنا بكل بساطة نقلنا هذا الأمر من الصين بسبب أننا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأننا إذا وجدنا هذا الطاعون أو هذا الوباء موجود في أرض لا ندخل هذه الأرض وفعلا إحنا ما دخلنا هاش وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها اللي حصل إن الناس خرجت من هذه الأرض وذهبوا إلى جميع أنحاء العالم الطلبة والطالبات والتجار والمستثمرين والناس اللي كانوا في زيارات هناك كلهم راحوا على هذه البلاد ونقلوا إليها هذه العدوى كان يمكن أن الدول كلها تمنع أي شخص قادم من مدينة وهان الصينية أو من الصين كانت يمكن أن تمنع وكان سيبقى هذا المرض موجود في الصين منهم وإليهم ويجي لك واحد علماني الآن يتهم المسلمين بتخلف ليش ما تصنعوش مصل لمواجهة كورونا وإحنا اللي جبنا هذا الوباء إحنا اللي اخترعناه وإحنا اللي نشرناه وإحنا مصدر الوباء فأتمنى من الناس يدققوا في هذه الكلمات اللي أنا قلتها الآن إنه إحنا لو اتبعنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة ونعارف العلمانيين والليبراليين لا يعجبهم هذا الكلام ولن يعجبهم أي كلام هم يريدون عزل هذه الأوضاع اللي بتحصل عن إرادة الله سبحانه وتعالى وأن الذي يحصل في أرض الله سبحانه وتعالى لا علاقة له به هذه قصة أخرى ناس تؤمن بالمدية البحتة وهؤلاء يصعب النقاش معهم ناس لا تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير يريدون عزل الإرادة الإلهية عن هذا الكون خالص على الإطلاق ولكن خلونا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل الآن من انتشار الفيروس هو بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي حصل في الصين إذا صحت الأخبار فهو بسبب أن الصين اتبعت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونفذت ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم لا يعرفون الحديث ولكنهم اكتشفوا هذا الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة شكرا لكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته